مستقبالوه قاس السجد يثقو ماليج انديهم دقمو كإمام جرباء لبيتشاو مسجد عند سو يفكر اللتالوي يميلون ان المالكتال لن فحييكم الله الحمدلله من الالولموج السنة يقف المأموم إذا كان واحدا ذكرا إذا كان واحدا ذكرا عييمين الإمام لما روى البخاري عن ابن أباس رضي الله عنهما قال سليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني أن يمينه فسلى قال ابن قدامة رحمه الله وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف يمين الإمام رجلا كان أو غلاما لحديث ابن أباس انتهى من المغني بزيبه ابن أباس رضي الله عنهما حديث انتهى من أباس رضي الله عنهما واندلج بجان كا إمام غاره لاتساو بهونه عندو إمام عندو مأموم كهونه قون لغونه وبكت تتهميونه اقرب اقرب صونت بصونت يتوسن الجهل وده على مكرات منامن من مبالو بس الناوس ثانيا سلاتك خلف الإمام حكم وحكم سلات المسلي منفردن خلف الصف وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحتها على أقوال عند سو عند إمام ياسقديا اللي عند سو كإمام جرباك أمو بساقت لبتشاومي هن لمسالة إمامنا عند سو بتشابرو يساقتو عند سو متو كإمام جرباك أمو بساقت كوالاو بيهون إن دي تي تايال ويدغمو صفال ملو صفال صفوست بوثا علاقن يم هل بيچو يمطاوسو يه صفوست بوثا علاقن يم إننا تاريا يثنو ميقومه و كوالاس كقومه منشقرعال لهو يميلون شننا يلمال بمجمريع إيه نقر أولما وچ بمكاكلات شو خلافال النام من بميل بمجمريع وهو بمجمريع من الان وهو المشحور من المذهب الحنابلة عن أن من صلى خلف الإمام أو خلف الصف منفردا فإن صلاته لا تصح وتلزمه الععادة ويستوي في ذلك المعذور وغير المعذور من اللو بمجمريع درجاء بإمام أحمد مذهب مسارت عند سو كإمام جربا بيساقد كإمام جربا بيساقد ويدمو كوها إمام خلف الإمام أو خلف الصف كإمام جربا لما ساليه هلتنا جو إمام اللا عند ليلة عبروت ميساقد آل إيهي عبروت ميساقدو سو كوها لو كإمام جربا هونو بيساقد ويدمو صفا اللا عند سفه لسوس صفا اللا نگرغن إيهي سو والاون لبچاو قومو بيساقد صلاته ان ديتيونا اللمي لو بإمام أحمد مذهب مسارت صلاته تكکل عيدا للم فرشنو ودكنو تقباين نتي اللوم يان صلاته اندگنا دقمو مسغت اللبت من الالو قال البيهقي رحمه الله ولا تصح سلاة الفرد خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه ورأى عليه الصلاة والسلام رجل يصلي خلف الصف فعمره أيو عيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسن بن ماجه وإسناده وإسناده ثقات انتهى من الروض المربع شرح ذادي المستقنع من الالو الإمام البايحقي رحمه الله من الالو عند سو لبچاوك إمام جربا بساقت ويداقمو كصف ملو صف نورو كزا صف جربا بساقت سلاة تكاكل آيدا لم يلالو عند ركعم يسغد كزا بلاي ميركا يسغد أيووك أميهون رستو ميهون أوقتب نگرو لأي نوروتيهون جاهل ويدا مبزيئ نگر لأي وقتيل اللوك بيهون سلاة تكاكل آيدا لم يلالو مكنياتهم نبياة صلى الله عليه وسلم من بلوال لا صلاة لفردين خلف الصفية عند سو بچاون كصف جربا مسغدو تكاكل آيدا لم سلالو إمام أحمد بزاقبوت ابن ما جاننا إمام أحمد بزاقبوت حديث النام انگده نبياة صلى الله عليه وسلم عند سو كاك صف جربا سي سغد آيتاوت يا سو ييه سلاة اندي دقم دقموت اندي سغدو عزو تالي لالو إمام أحمد الترمذي حسن بالوت حديث وابن ما جاننا إسناد وثيقات بالوت مالتنو سلالزيئ يهنقر بزيئ مذهب مسارت سلاة يدق موال تكاكل آيدا لم سلاة مالتنو والقول الثاني هو لتنيا وأبابال وهو مذهب الجمهور يا أبزانيوشو أولماوش مذهب نو أن المسل خلف الصف أو خلف الإمام منفردا سلاته صحيحة سلاة تكاكل نويلال جاء في الموسوعة الفقهية ولذلك يكره أن يصلي واحدا منفردا خلف الصفوف دون عذر وصلاته صحيحة مع الكراهة وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه وهو عند جمهور الفقهاء من إلالو جمهور من إلالو في الموسوعة الفقهية من إلالو لسل الزهن عند سو بيشاون كصف جربا بسقب يتهت ألا نقرنو عذر انكوان باينورو سلاته تكاكلنو نقر قنيتات اللا نقرنو من ألبات شقر يالو كهون يام التلاته يكرنا تكاكلهونال زرزرو يمي مطايهونال الحنفية والمالكية والشافعية والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد قال الفقهاء يؤخذ من ذلك عدم لزوم الععادة وأن الأمر الذي ورد في حديث وابصة ابن معبد الذي رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة هذا الأمر بالععادة إنما هو على سبيل الاستحباب جمعا بين الدليلين انتهى وللتن يو قال مني لالو جمهور العلماء وچ چقره اللو سلاة تکلنو تطلعن بيهون مني لالو أبي بكرت رضي أبي بكرت يمي بالو صحابي أبو بكر سايحون أبي بكرت مني لال رضي الله عنه مني لال نبي صلى الله عليه وسلم اياسا قدو يا الله ركو كسف وچ ركو اياعرق ودو سف غب هنن نگر لنبي صلى الله عليه وسلم بنقر قوات چو گزي نبي صلى الله عليه وسلم من آلوت الله سبحانه وتعالى انك آكين خير موددني چعمر الله نگر قن اين نگر ان دات تدقمو آلوت قزي مني وسداء من وسدنی لالو علموچ مرقم بيهس فل لقو نورو نبي صلى الله عليه وسلم ايهنن صحابي صلاة هن دقمه سقا دو ينوت نبر نگر قن آلالوتم لزي سبال صلاة تکلنو آلو نگر قن يهو لتنیاو حديث يو يوابصا حديث منی لال نعم يوابصا ابن معبد حديث نبي صلى الله عليه وسلم عاند کسفوچ سقلو ينبرنسو رسالات هن دقم يا لوت ان سلات با قد ديت هالنسا يهون مدقمو يتوددنو بمالتنو يلالو هده لتن حديثوچ سنات امراتشو يلالو علموچ نگر قن صوستنیاو آبابال وهو اختارو اختيارو شيخ الاسلام ابن تيميتي رحمه الله وهو قولو لبعض اهل العلم لا تصحو السلاتو خلف السف منفريدا إلا مع العذر والعذر هو اكتمال السف الذي أمامه منی لالو شيخ الاسلام رحمه الله عندسو كسف جربا بچاونه دومهنو بساقد سلاتو تککر ایدن لم نگر قن نگر قن نگر قن چقر بنور لمسالي چقر بنور سلاتو تکل من اينا تشقر نو لملو منی لالو لمسالي سفو ملونو ایم بلو ملتوال بوتا اللم ایه سو بوتا الاغنیم يتقا يسگد لبچاو سفون لبچاو قومو سفو جربا سگده سلاتو تککل نو لالو شيخ الاسلام ابن تيميا من لالو يدلو انفراد الامام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجه وهو ما اذا لم يحصل له مكان يسل فيه الا منفردا ولان واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالاعدار فليس الاستفاف الا بعض واجباتها فساقط بالعجز انتهى من مجموع الفتاوه من لالو شيخ الاسلام بيانيا چون بمقتل بلزي يميا سرده ولزي دليل يميا هونو لالو عند سو سيت لج كا امام جربا مسقر وانديهم دقمو نعم يدلو الانفراد الامام والمرأة على جواز الانفراد الرجل المأموم لحاجه عند سيت كا امام جربا مسقر واسفل لاقي سلحون كا امام جربا سقدش اسفل لاقي سلحون كا امام جربا سقدش اهم سو لج اسفل لاقي سلحون بيچن سلحون ابروت يمي سقر سو سلحة كا امام مالتم سف سلم لابد كا امام جربا مسقر حاجان چگر نو وشقر دي وقد لتنو عند زايا در رقو الالو شيخ الاسلام ابن تيم واما وهو ما اذا لم يحصل له مكان يسلي فيه إلا منفرد بيچن سلحة لابد بيچن مسقر انجيل للم امار امار امبر ولان واجبات الصلاة وغير تسقط بالعبار فليس الاستفاف إلا بعض واجبات واجبات فسقط بالعجز عند واجبات واجبات كا امام جربا من ساق دب بيزي عند واجبات واجبات بيزي انجيل اختلاف العلماء في المسألة ابن عثيم رحمة الله بيزي وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو الذي نراه صوابا أنه إذا كان الصف تاما فصل وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول البطلان البطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا انتهى من لقاء الباب المفتوح من إلاله رحمة الله عليه يا دنك بهونو أقلالس عكتشو ابن عثيمين رحمة الله عليه من إلاله وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية يمرطوط أبابال يا شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يمرطوط سيون أندقنا أن يم تككلنو بي يميت تأيين إهينو إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأنه إذا كان الصف تاما فصل لواحدك صف ملونو بطايا اللهم سلزي سيبال عند سوّدوها لما تقوطت كترو كدق كوبلاج بطا ودا زكتان يا بطا لتملسونو بزوش اقر لوست للتاس قباونو شتشويش للتارر قبتنو سلزي هلالو رحمة الله عليه ولا تجذيب أحدا عند سوّدوها لما التاس وطاك سفوس ولا تتقدم للصلاة مع الإمام إمام قون هيدهم لمس قد أتّهيد هذا هو القول الصحيح الذين راهوا أقربوا إلى السنة يهنو لسنو يقربوا ولا يهون سقد ياقن يهوبوتا يمت تأمت تشلو إهينونا من القول عندان دوش أولماوش أعدا لم سلاتو يبالاشال مجمّر يالا يقلسنو سلاتو يبالاشال يالوت هم تككل أعدا لم يلالو با مكنياتوم عذر نو يالا عذر كونا أو عذر يالا عذر كونا بيتشاو نيه سقدو سلاتو يبالاشال ناقارغم بعذر كونا تشقر نو بوتا على قنجم انديتيارك لا بيتشاو كوالاو بيساقد تشقر يالو ملالو أو بيصحتي متلقات ليلوتشو دقمو عندنا ليلوتشو مقدم يقلسنات شو جمهور منم يالا منم تشقر تشقر منور يالو آي نور بيتشاهم مسقروا تككلنو يالوت إهين آي تكاباينت يلو ملالو بن عثيمين مكنياتوم با شقر مكنياتك هون تككلنو لا حديثو تشو ماسر بها حديثو تشو ماسر جامس راتمالتنم ظاهر الأحاديث التي تدل على لزوم إعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف منفردا ظاهرها أنه يستوي في ذلك الجاهل والعالم انقدي عندا يا يدقم صلاة يمي لو حديث بأوكاتي نورو آي نورو آن ديانرقات شوال نقرق الشيخ الإسلام ابن تيميا من الالو وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ كقول في مذهب إمام أحمد فلا يسوغ فإن المصلي منفردا يعني الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لعيادته لم يكن عالما بالنهي وقد أمره بالعيادة كما أمر الأعرابي المسيئة في صلاته بالعيادة انتهى من مجموع الفتاوى وقال شيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي حافظه الله سألت شيخنا يعني ابن عثيمين رحمه الله هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالا بحديث أبي بكرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فأجاب ابن عثيمين من يلالو شيخ أحمد الرحمن القاضي ابن عثيمين شيخ أحمد بن عثيمين طيق ينبرا عند سو بيچهون كصف جربا بيچهون مسجدو كل كل اندهوان ساياوك بيساقد صلاتو انداتي هنا بيطي يكوني لات مكنياتو يزي دليل يا أبي بكرة دليل شكري اللهم يميل يا اسم السلال لنا نعم فأجاب من بلو ملسو بن عثيمين كلا عيدا لم بل يؤمر بالععادة انددقم يتاززال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك نبي صلى الله عليه وسلم اند سلاة انددقم باززو سوي حديث مسارت واما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف أبو بكرة ودا سف قبطوال لنا انتهى من ثمرات التدوين من مسائل من عثيمين بكمي لو يتوسرينو مالتنو انقديه مالت يهم مالت انده يمتاتاب باتشو يا سو عذر ساينورو بيطي هم بيساقد جاهلن قوان بيون لما سالي سف بستبوتا ألا سف بستبوتا ألا سف بستبوتا ألا لبيطي هم بيساقد سالاتو تکل عيدا لم يو وقم أي وقت نغرغن سف بستبوتا ألا چقرستقبطوال هيا سوية چقروا اللماس وقرسبان بيطي هم بيساقد چقرين لهم انده مالتنو يبنو عثيمين أبابا سوستينا ثالثا سبق مني لاللو أن من كان يسلي على صفة غير صحيحة ولكنه لم يكن عالما بالحكم أنه يؤمر بعادة الصلاة إذا كان وقتها باقيا أما إذا خرج وقتها فإنه لا يلزمه إعادتها ويكفيه أي صحيح سلاته في المستقبل وذكرنا في الفتوى أش أنجري ليل أو بزيك الزيقاري تيازرل استي سيت لجس سيت لجس كبالو أغار بمث ساقدبت وقت كبالو أغار بمث ساقدبت وقت يتنو متقومو يتنو متقومو كبالو أغار بمث ساقدبت جيزي لمي لو يتاقل لساون يا أولماوچ استي أبابال النمالك تالن أش من إلا اللو من إلا اللو إذا كان كل منهما يسلي منفردن فلها أنتقف حيث شاءت بجانبي زوجها أو أمامه أو خلفه لأنه لرتباط بين صلاتيهما الزيقا أهن إهي ليجونا دنكيهونا هل لا جنم تكرتهم منسات أو نغرنا مالات النبل بالنميست أبيتوست إيسا قدون بالنمي ساقدان ميست 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 ساقدان لج نغرغن يمي ساقدون تياندان داك شو يراسات شوون سارات غلوم لو يبيج شاونو ميساقدو ميست كبالو أغرفيت كأدم بلا ساقدج سلاة وعنده تيونا تكاقل نو آو تكاقل نو ميست 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 ساقد جو نغره لهم يميست ساقد ساقد جو نغره لهم كبالو أغرفيت ساقد فيت لفيتو آلفا بتساقد شغره لهم السوك جربه لهم ميست ساقدون تابرو عيدا لمننا عش وإذا كانت مؤتمة به فإنها تصلي خلفه نغرغن السوء إمام هونو السوادق مو مأموما هونا يمت ساقدك هونا مالتم بسو سلاة يسون سلاة تكتلا يمت ساقدك هونا ميست يتنو يمتقوم لمي لو كما فإنها تسلي خلفه كس جربه نانو يمت ساقدو مالتم السوء الساقد السوء كس جربه نانو يمت ساقدو كما دلت عليه السنة فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس نعم فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فسلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أنس بن مالك رضي الله عنهما من إلى الآيات نبيا چنن صلى الله عليه وسلم مغب سرطاة الراجات نبيا چنن صلى الله عليه وسلم يه آنس آيات زند مطونا مغب بلو كزيابو حالا نبي صلى الله عليه وسلم تانسو لسقدا چم آلو كزيابو حالا نبيا چن صلى الله عليه وسلم إمام هو نوك في السياس سقدا اننا يتيمو لج إلى اللو آنس بن مالك اننا يتيمو لج كننبيا چن صلى الله عليه وسلم بستهو على قوم وإذا سل الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد أو سل الرجل والنساء خلف إمام فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال لكن لو سلت المرأة حينئذ محاذاة للرجل فالصلاة صحيحة للجميع عند جمهور أهل العلم لعدم الدليل المقتضية للبطلان وذهب من إلى الليلة نقر باتلي حرم مكة وست مدينة نبيا چن صلى الله عليه وسلم مسجدنا يتلا يبوتا وچلا يمتلا لك مسجدوة جوست يميا قاتم نقرنو اهم من مالتنو اهم مالت من مالتنو نبيا چن صلى الله عليه وسلم تملكتو بقدمو حديث هلتون وندوج مالتن آنس النائم يتيمو كنبي صلى الله عليه وسلم جربا سکردو آرو گيتو هاداق مو آياتو كس نسو جربا كولي يتيمو ناك آنس جربا سکردو نگرغن النبل عندسو لمسالي انه إمام ني هلت سووش متون ناك آنه جربا سکردو سيتوش دمو مطو بوتا يلا كاغوالنا چن بوتا الل كاجربا چن قن بوتا يلا كا نسو قنو دزا راكم لو راكم لو بالنسو تييerto سهلاة ان ديت لمي рас سهلاة جته ته كげ ل جمهور العلماء جمهور العلماء من صه 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 كك ك يل ل مك نולם صه Only ماس رال وذهب الحنفية إلى أنها إن صلت إلى جانب الرجال بلا حائل فإنها تبطل صلاة ثلاثة من الرجال واحدا عن يمينها وآخر عن يسارها وثالث من خلفها بشروط ذكرها وقولهم مرجوح لا دليل عليه كما سبق بيانه هونفية مينه لا دليل أو حانيفة مذهب تكت تايوكً وتبقى لما تكون متحمق لك hurdles لن يكون مارضة مصلة إلى جانب complet كانت زائفة من رجال لكن الصورة المسؤول عنها هنا لا تدخل في هذا الخلاف لكن الصورة المسؤول عنها لا تدخل في هذا الخلاف لكن الصورة المسؤول عنها لا تدخل في هذا الخلاف لكن الصورة المسؤول عنها لا تدخل في هذا الخلاف لكن الصورة المسؤول عنها لا تدخل في هذا الخلاف لكن الصورة المسؤول عنها لا تدخل في هذا الخلاف 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 كإمام جرباء لبيتشاو مسكت عند سويفكة للتالوي يميلون أن الملكتال لن فحياكم الله الحمد لله من الالولمات السنة أن يقف المأموم إذا كان واحدا ذكرا عن يمين الإمام لما روى البخاري عن ابن أباس رضي الله عنهما قال سليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني أن يمينه فسلى قال ابن قدامة رحمه الله وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف يمين الإمام رجلا كان أو غلاما لحديث ابن أباس انتهى من المغني بزيبا ابن أباس رضي الله عنهما حديث منلال ابن أباس رضي الله عنهما عن دلاليت نبي صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي ورائي كغرات شوك عم كن كغرات شوك عم كن نبي صلى الله عليه وسلم برأسي زون ورائي ورائي أغتا جامل لسون ورائي أغتا جامل لحديث ابن أباس رضي الله عنهما أنم وندلج بجاون كإمام غاره لتساو بهونه عنده إمام عنده مأموم كهونه قن لغن نوبا كتا تاميونه اغرب 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 سونت بسونت يتوسن الجهل وده على مكرات من أمن المبالو بس النوست ألتتك أسمالتنا ثانيا صلاة كخلف الإمام حكم وحكم صلاة المسلي منفردن خلف الصف وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحتها على أقوال عنده إمام ياسقدي يالله عنده إمام جرباك أمو بساقت لبچاوميهون لمسالة إمامنا عنده سو بچابرو يساقتو عنده متو كإمام غار بساقت كخوالاو بيهون اندتي تايال ويدغمو صفال ملو صفال صفوست بوطة علاقن يم هل بيچاو يمتطوصو يه صفوست بوطة علاقن يم اناتاريا يتنو ميقومه و كخوالاس كخومه منشقر آلله و يميلون شنناي علم مالتنو بمجم مريا إحيق إحيق نگر علماء وچ بمكاكالاچو خلاف آلله النام من بميل بمجم مريا وهو بمجم مريا من الان وهو المشحور من المذهب الحنابلة عن أن من صلى خلف الإمام أو خلف الصف منفردا فإن صلاته لا تصح وتلزمه الععادة ويستوي في ذلك المعذور وغير المعذور من الان لوب مجم مريا درجاء بإمام أحمد مذهب مسارت عند سو كإمام جربا بساقت كإمام جربا بساقت ويدمو كه إمام خلف الإمام أو خلف الصف كإمام جربا للمسالي هولتنا إمام اللى عند ليلة عبروت ميساقت إحي أبروت ميساقت اشتركوا في القناة اي الفرد خلف الامام او خلف الصف ان صلى ركعة فاكثر عامدا او ناسيا عالما او جاهلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف رواه احمد وابن ماجه ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يسلي خلف الصف فامره ان يعيد السلام رواه احمد والترمذي وحسن ابن ماجه واسناده واسناده ثقات انتهى من الروض المربع شرح ذات المستقنع من الال الامام البحقية رحمه الله من الاللو عند سو لبچوك امام جربا بساقت ويداقمو كصف ملو صف نورو كزا صف جربا بساقت سلاة تکل ايدا لم ملالو عند رکع امي سگر كزابا لاي ميرکا يسگر اياووك امي هون رست امي هون اوقات بنگرو لاي نوروتي هون جاهلو ايدا مو بزيئ نگر لايوقات يللوك بيهون سلاة تکل ايدا لم ملالو مكنياتهم نبياة صلى الله عليه وسلم من بلوال لا صلاة لفردين خلف الصفية عند سو بچاون كصف جربا مسگر تکل ايدا لم سلالو امام احمد بزاقبوت النابن ماجه امام احمد بزاقبوت حديث النام انگده نبياة صلى الله عليه وسلم عند سو كاك صف جرباسي سگر ايتاوت ياسو ييه صلاة اندي دقم دقموت اندي ساقدو ازاو تالي لالو امام احمد انا الترمذي حسن بالوت حديث وابن ما جاننا اسنادو ثيقات بالوت مالتنو سلالزيه يه نگر بزيه مذهب مسارت صلاة ييه دقم والتكال ايدا لم صلاة مالتنو والقول الثاني هو لتنياو ابابال وهو مذهب الجمهور يابزانيو چو علموچ مذهب نو ان المسل خلف الصف او خلف الامام منفردا صلاته صحيحة صلاة تكنو الالو جاء في الموسوعة الفقهية ولذلك يكره ان يسلي واحدا منفردا خلف الصفوف دون عذر وصلاته صحيحة مع الكراهة وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه وهو عند جمهور الفقهاء من الالو جمهور من الالو في الموسوعة الفقهية من الالو لسل الزهنو عندسو بيچاون كصف جربا بيساقب يتهت اللا نغرناو عذر انكوان باينورو صلاته تككلناو نغر قني تتهت اللا نغرناو من الابات شق ريال لوكو هنا يامطلاته يكرنا تككلهونال زرزرو يمي مطايهونال الحنفية والمالكية والشافعية والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الراكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد قال الفقهاء يؤخذ من ذلك عدم لزوم الععادة وأن الأمر الذي ورد في حديث وابسة ابن معبد الذي رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة هذا الأمر بالععادة إنما هو على سبيل الاستحباب جمعا بين الدليلين انتهى ولتن يو قال من الله جمهور الأولماء شكري اللهم صلاة تكله تطلع بهن من الله أبي بكرة رضي أبي بكرة يمي بالو صحابي أبو بكر سايهون أبي بكرة من الله رضي الله عنه من الله نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من آلوت الله سبحانه وتعالى إنك آك إن خير موددني أمر الله نغرغن أين نغر ان دات تدقمو آلوت كذي مني وسدا من وسدني لالو علماء وچ مرغن بياس فلقو نورو نبي صلى الله عليه وسلم إيهن صحابي صلاة هن دقمه سقا دو ينوت نبار نغرغن ألالوتم لاززي سبال صلاة وتككل نوالو نغرغن يهيهو لتنياو حديث يوابسا حديث مني لال نعم يوابسا ابن معبد حديث نبي صلى الله عليه وسلم عندك سفوش يساقلو ينبار سور سالات ان دقم يالوت ان سلات بقديت هالنسا يهون مدقمو يتوددن بمالتنو يلالو هلتون حديثوش سنات أمراتش يلالو علموش نغرغن سوستين يو أبابال وهو اختار اختيار شيخ الإسلام ابن تيميتي رحمه الله وهو قوله لبعض أهل العلم لا تصحو السلات خلف السف منفريدا إلا مع العذر والعذر هو اكتمال السف الذي أمامه من الالو شيخ الإسلام رحمه الله عند سو كسف جربا بيشونه بساقد سلات تككر ايدا نغرغن 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 تشكر بنور لم السالي تشكر بنور سلات تككر من عين تشكر نو لم من الالو لم السالي سفو ملونو تسقط بالأعذار فليس الاستفاف إلا بعض واجباتها فساقط بالعجز انتهى من مجموع الفتاوه من الالو شيخ الإسلام بيانيا چون بمقتل بلزه يميه سرده لزه دليل يميهون ويلالو عند سو سيت لج كإمام جربا مسجد وعندهم دقمو نعم مسجد حاجانو حاجانو نو تشكر دي وقال لتنو عند الزي يار رقو لالو شيخ الإسلام ابن تيميه واما وهو ما إذا لم يحصل له مكان يسلي فيه إلا منفردا بتاسل لالا بيج جون مسجد جي للم أم راج النب ولي واجبات الصلاة وغير تسقط بالعبار فليس الاستفاف إلا بعض واجبات فسقط بالعجز عندان دو واجبات وچ كإمام غير من ساق دب بيزي عندان دو واجبات وچ بچ گر مكنيات لك روي چلال كإمام غير سف مسجد واجبات واجبات وچ توسع نونو إنام إهي نقر لش قر سيب بل كإر سم كنات يأس من مليار رجال بوط ألا قنيم لزي أكسين كإر اللت صلاة تتكل إلى اللو في مجموع الفتاوى رحمه الله وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسألة ابن عثيمين رحمة الله عليه بزي قد إلي أول موج خلاف كقل أبو هلا من آل وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدية رحمه الله وهو الذي نراه صوابا أنه إذا كان الصف تاما فصل وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول البطلان أو بالصحة مطلقا انتهى من لقاء الباب المفتوح من رحمة الله عليه رحمة الله عليه من وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية يمر رطوت أباب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللهم يمر رطوت سيون أن دقنا أن تكك نو يم 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 الشيخ ابن عثيم رحمة الله وأن كان الصف تاما فصل لي واحدك صف ملون بوتا يلهم سلا زي سي ببال عند سو ودو هلام أت قد كتر ك بلاج بوتا ودو زكت بوتا لتم لساون بزو شقر لوسط للتاس قب ونو تشويش للتار قب سلز رحمة الله عليه ولا تجذب أحدا عند سو ودو هلام التاس وتا كسف ولا تتقدم للسلاة مع الإمام إمام قن هيدهم لم سجد التهيد هذا هو القول الصحيح الذين راه أقرب إلى السنة يهنو لسنو يقرب وعلا يهون سجد يهن يهو بوتا يمت يهن من القول عندان دو جهو أحدا لم سلاة يب بلا شال مجمرا لأ يهن لسنو سلاة يب بلا شال يهن تك كل عيد لم يل لأ لو با مك نيات عذور نو يهن عذور كهونا أو عذور يهن بتكهونا بيتكهو ني سق سلاة ويب لأ ناه ح ?" أعوذور كهونا بوتا يهن يهن باتس يهن يهن ومشا او صحة مو بتكهونا ó يهن كبهونا أما يهن لا يهن 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 بيتكهو يهن 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 أك تق ان يهن لا حديث أحاديث أحاديث التي تدل على لزوم إعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف منفردا ظاهرها أنه يستوي في ذلك الجاهل والعالم يدقم صلاة يمي لو حديث بأوكات نورو نورو نقرق الشيخ الإسلام ابن تيميا من إلال وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإن المصلي منفردا يعني الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لعيادته لم يكن عالما بالنهي وقد أمره بالعيادة كما أمر الأعرابي المسيئة في صلاته بالعيادة انتهى من مجموع الفتاوى وقال شيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي حافظه الله سألت شيخنا يعني ابن عثيمين رحمه الله هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالا بحديث أبي بكرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فأجاب ابن عثيمين مني لالو شيخ أحمد الرحمن القاضي ابن عثيمين شيكات شنن ابن عثيمين انطيك انبراه آندسو بچاون سفو جربا بچاون مسجدو كل كل اندهوان ساياوك بساقد صلاتو اندهتيونا بيطاية كونجي لات مكنياتو يزي دليل يا أبي بكرة دليل شكري اللهم يميل يا اسم السلال لنا نعم فأجاب من بلو ملسو ابن عثيمين كلا عيدا لم بل يؤمر بالععادة انده انده دقم يتاززال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك نبي صلى الله عليه وسلم انده سلاة انده دقم باززو سوي حديث مسارت واما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف ابو بكرة ودا سف قبطوال لنا انتهى من ثمرات التدوين من مسائل من عثيمين بكمي لو يتوسرينو مالتنو انده يهيم مالت انده يمتات تاباتشو يا سو عذر ساينورو بيطاهم بيساقد جاهل انقوان بيون لما سالي سف بستبوتا ألا سف بستبوتا ألا سف بستبوتا ألا لابيطا حالا لأي بيساقد سالاتو تكقل عيدا لم يو وقم أي وقت نغرغن سف بستبوتا ألا چقر استقبطوال هيا سوية چقروا اللماس وقرسيبان بچاوم بيساقر چقرين لوم انده مالتنو يبنو عثيمين أبابال سوستانيا ثالثا سبق من إلى اللوم أن من كان يسلي على صفة غير صحيحة ولكنه لم يكن عالما بالحكم أنه يؤمر بإعادة الصلاة إذا كان وقتها باقيا أما إذا خرج وقتها فإنه لا يلزمه إعادتها ويكفيه أن يصحي صلاته في المستقبل وذكرنا في تفتوه أش أنجري ليه لاو بزيك الزيكاري تيازرل أستي سيت لجس سيت لجس كبالو أغار بمت ساق دبت وقت كبالو أغار بمت ساق دبت وقت يتنو متقومو يتنو متقومو كبالو أغار بمت ساق دبت جيزي لمي لو يتاقلس أول يا أولما وچ استي أبابال أنم لك تالن أش من إلا اللو من إلا اللو إذا كان كل منهما يسلي منفردن فلها أن تقف حيث شاءت بجانبي زوجها أو أمامه أو خلفه لأنه لرتباط بين صلاتيهما الزيقاء أهن إهي ليجونا دنكيهونا هل لا جنم تقرتي منسات أو نگر نو مالت أنبال بالناميست أبيتوست إيا ساق دو بالمي ساق دان ميستم تساق دان لج نگرگن يمي ساق دو تياندان داك شو يراسات شوون سارات ميستم تساق دو ميستم تساق دو ودفيت أدم بلا ساق دج ساق دو أن دي تيونا تققل نو آو تققل نو مكنياتم بلو أنه بولدتو مكاكل يمي استساس سرات شو نگر نم يمي استساس سرات شو نگر سلالي اللا كبالو هاك أدمة بتساق دو فيت لفيتو آلفة بتساق دو شغر نم السوكة جربة هونو مكنياتم ميساق دو تأبرو عيدا للم من نا وإذا كانت مؤتمة به فإنها تسلي خلفه نگر جن السوء إمام هونو السوء دقمو معموما هنا يمتساق دوك هنا مالتم بسو سلاة يسون سلاة تكتلا يمتساق دوك هنا ميست يثنو يمتقومو للمي لو كما فإنها تسلي خلفه كما دلت عليه السنة فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأسلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس نعم فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فسلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أنس بن مالك رضي الله عنهما من إلى الآيات نبياة صلى الله عليه وسلم مغب سرطات الراجحة نبياة صلى الله عليه وسلم يأناس آيات زند مت مغب بلو كذيابو حالا نبي صلى الله عليه وسلم تنسو لاسقدا چفعالو كذيابو حالا نبياة صلى الله عليه وسلم إماموناو كفيسيا سقدو إننا يتيموليج إلى اللو أنس بن مالك إننا يتيموليج كنبياة صلى الله عليه وسلم بستهو على قوم آياته أرغت وآياته دغمو كنّا جربا قومو سقدوه إلى ولترك عن نبي صلى الله عليه وسلم السقدوه كذيابو حالا وإذا سلّ الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد أو سلّ الرجل والنساء خلف إمام فالسنة أن تكون النساء خلف الرجل لكن لو سلّت المرأة حينئذ محاذاة للرجل فالصلاة صحيحة للجميع عند جمهور أهل العلم لعدم الدليل المقتضية للبطلان وذهاب من إلال إهم ليه لأنا قرن بطلي حرم مكة وست مدينة نبياة صلى الله عليه وسلم مسجدنا يتلا يبوتاو يمتلا لك مسجدو يميقاتم نقرنو إهم من مالتنو إهم مالت من مالتنو نبياة صلى الله عليه وسلم تملكتو بقدمو حديث هلتون وندوج معلتن آنس النائم يتيمو كنبي صلى الله عليه وسلم جربا سگردو آرو جيتو هاداق مو آياتو كس نسو جربا كولي يتيمو ناك آنس جربا سگردو ناكارغن النبل عن دسو لمسالي اني إمام ني هو لسو سووش متو ناكاني جربا سگردو سيتوش دمو متو بوتا يل كغونا چن بوتا كجربا چن گم بوتا يل كنسو قول نو دزا راقب لو كواندو چو راقب لو بالنسو تيييوهون و بيساگدو سلاتو ان ديتنو لمي لو سلاتا چوتك كلناو الو جمهور العلماء جمهور العلماء من الالو سلاتا چوتك كلناو الالو مكنياتهم ان سلاتا چوتك باطل نولمالة ماسر الجاسل لله وذهب الحنفية الى انها ان صلت الى جانب الرجال بلا حائل فانها تبطل صلاة ثلاثة من الرجال واحدا عن يمينها واخر عن يسارها وثالث خلفها بشروط ذكرها وقولهم مرجوحو لا دليل عليه كما سبق بيانه حانفياوچ من الالو يا ابو حانيفا مذهب تکتاوچ اهم بالنو مسگدو يتوسنو سوووچ بيساگدو که گولنا چو بيساگدو يسوس سوو سلات باطل هون اللالو كنسو بستقعن عندسو كنسو بستقرع عندسو كنسو جربع عندسو سلاتو باطل هونال نقرق ماسرجا جو مرجوحنو يتبلطنو بلاج على اللنبك ماسرجا يلو ميلالو لكن الصورة المسؤول عنها هنا لا تدخل في هاذا الخلاف اه خلاف وست يتنسانب بتجمرنو اياكي ما لاتم سيثليج كبالو اگار سلساگد يتنو متقومو لاملو اه خلاف اي ملکتو لأن المرأة تسلي منفريداتا مكنياتو بالنمي سلساگدو سيثلي بيساگدو بالنمي بيساگدو فيتلا فيتواهون ونمي ساگدو لا تقتدي بزوجا نقرقل لبيساگدو سلات ميساگدو لامسالي اسوا يمساگدو عشا سلاتنو السوداق ميساگدو عشان سلات چرسو سننا يساگدنو بزيهن وقت اسوا ودافيد كادما كاسو كبالو اسوا دمو دوالا كارتو بيساگد سلاتوان اندتنو لمي لو سلاتوان تکلنو مكنياتو سلاتات چو آن دبال مهونو ايا ندان دات چو يراسات چو سلات سلميساگدو ولا يقتدياني معان بإمام آخر اندغن عدام مولي لا إمامم يلا تشو مننا فلا خلافة في صحة سلات ما ولو وقفت أمام زوجها أو محاذاة له والله أعلم اننا بزي اينا تونيتا منم چقر يلاو ملالو بزي ايهن نمت إياكي ايهن مساعد إياكي ابن باز رحمة الله عليه تطيق أو يملسوت من دنم نعم بان مستون أبيتوست بياس سجدنا آبرو يميساگدو بيهون مست يتنو متقومو كقونو نو متقومو ويس كجربا نو متقومو لمي لو يملسوت ملسسمو دنك ملس من الالو الجواب ملسو عم الفريضة فيلزمو أن يصلي مع المسلين في المسجد يميساگدو تسلات يميساگدو تسلات يفريضة لمسالي مغرب عصر إشاة ظهور سمي سلات بيهون باال ويدمو واندي يو مسجر نو مسجد اللبات يسو قد يتا مسجد بمقانيتنا وليس له أن يصلي في بيته لا مع أهله ولا مع غيره أبيتوست كبيت سابو كمست يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل مؤمن واند باالله سبحانه وتعالى بيتوش بمسجد نو تاقين تو مسجد اللبات قد يتاونه مكنيات النبي صلى الله عليه وسلم من بلوال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر قيل لبن أباس ما هو العذر قال المرض أو الخوف كبال لفو كتنان تودي تمار نو تمرت مال اثنو عند سو عزان كسما مسجد هيدون ومسجد اللبات شقر اللبات بيشان وآلو شقر من دنو من الو صحابة بطا يقو جزي فراج ويد مباش شتان وآلو سلزي اندزي انت شقر اللبات بيت مسجد اي چلم مال اثنو نعم من الالو ابن باز ما قطل فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله في بيوت الله مع اقوانهم ولا يجوز التخلف عنها لكن لو صلى الانسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل او صلاة الضحى فلا بأس وتكون خلفه واندو مسجد واناو مقا جتا اللبات شو نگر ايه صلاة يمي ساقد او ابه تستمي ساقد صلاة سنة صلاة لمس ضحى صلاة لمس بمست يتنو متقوم كاجرب ونتقوم وتكون خلفه اما الرجال يكون عيامينه الواحد يكون عيامينه واندو واندو واندقون كاك اندقون كاك اندقون اما المرأة تكون خلفه سيت كاجرب ولو انها زوجته مست انقوم بتهون كاجرب ونتقوم نم نعط لأن النبي صلى الله لما صلى في بيت انس صلاة الضحى جعل انس ايمينه وجعل المرأة خلفه نبي صلى الله سلم بانس بيت بس قدو كيزي انس كالنبي صلى الله سلم قن كو مس قدو سيتي واد مو كالنس جرب كو ما سق رج لعن من آلو صلاة الضحى بس قدو كيزي نبي صلى سلم وفي لفظ آخر صلى بانس واليتيم بليلا دم حديث قدم بتم لك حديث بانس ننا يتيم كنبي صلى الله سلم جرب ومو سيتي واد مو كنس حال ومج مالت يانس آيات سيتي آيات مالت مغن فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أما أو أخت لا تصف مع الرجل ولو ولكن تكون وخلفه سيت اللي ميستمت هن اهتم هن انا تم هن اكست هن كانت جربا يم مت سقر كون كانت جربان كانت جار يم مت سقر كون سلات كانت جربان مقعوم يال لب بات لال اشي نعم بزي آينا ثنوم ميهون ومال ثنوم اما الفريضة فالواجب على الرجال ايو صليا مع الناس قد تا سلات وش كون وند وش مسجر تغ انتو مس قد اللب بات نعم سن سلات كون سلات سن كون 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 كس جربان يم تقوم بمال سيت لج يت وغ مقعوم ان دان لب بات اس رد مال ان غريح بزيه اينا تون تون قل سيهون المال الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى اك امي اوك ات كم يغ 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 يا رب العالمين يا حي يا قي يا ذو الجلال والإكرام النام ان دم مو بزيه اينا تون اللہ سبحانه وتعالى يم مانا كون يم مانا وك ادرقان يم مانا كون اي كان من الرد ادرقان جزاكم الله وخيرا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى بدنيان بآخر خير وفق ادرقان هذا والله وعلم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله وخيرا والسلام ورحمت اللہ وبرکاته مستقبال وغاست سجد يت کمال لچ اندیوم دقمو كایمام جربا لبیچ ومسکر اندیسو يفق اللہ تعلو وی يم اللون انم ملک تعلن فحیاكم الله الحمد اللہ من اللہ للم اج السنة اي یقف المأموم اذا كان واحدا ذکر ام ذکر اذا كان واحدا ذکر عن يمین الامام لما روى البخاری عن ابن ابن اباس رضی اللہ عنهما قال سليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس من ورائی فجعلني ايمینه فسلى قال ابن قدامة رحمه الله واذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة ان يقف يمین الامام رجلا كان او غلاما لحديث ابن اباس انتهى من المغني بزيب ابن عباس رضي الله عنهما حديث من لال ابن عباس رضي الله عنهما عن دلاليد نبي صلى الله عليه وسلم قر سگر كن كغر اچو باك ام كز نبي صلى الله نبي صلى الله وسلم برأس يزون ودك اقت جام لسون رضي الله عنهما 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 فإن صلاته لا تصح وتلزمه الععادة ويستوي في ذلك المعذور وغير المعذور اصح تقللل المعذور ويستوي في ذلك المعذور ويستوي في ذلك المعذور ويستوي في ذلك المعذور للحمد للوصول ترجمة نانسي قنقر ولا تصح سلاة الفرد خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يسلي خلف الصف فأمره أن يعيد السلام رواه أحمد والترمذي وحسن ابن ماجه وإسناده وإسناده ثقات انتهى من الروض المربع شرح ذات المستقنع من لال الإمام البايحقية رحمه الله من لاللو عند سو لبچاوك إمام جربا بساقد ويداقمو كصف ملو صف نورو كزا صف جربا بساقد سلاة تكاوك الائدن لم يلالو عند ركا عمي سگر كزابا لاي ميركا يسگر اياووك أميهون رستوميهون أوقات بنغرو لاي نوروتيهون جاهل ويداقمو بساقد نغر لاي وقت يلالو كبيهون سلاة تكاوك الائدن لم يلالو مكنياتهم نبياة صلى الله عليه وسلم من بلوال لا صلاة لفردين خلف الصفية عند سو بچاوون كصف جربا مسقدو تكاوك الائدن لم سلالو إمام أحمد بزاقبوت النبن ما جاننا إمام أحمد بزاقبوت حديث النام انگدي نبياة صلى الله عليه وسلم عند سو كاوك صف جربا سي ساقد ايتوت ياسو ييه سلاة اندي دقم دقموت اندي ساقدو عزو تالي لالو إمام أحمد الترمذي حسن بالوت حديث وابن ما جاننا إسناد وثيقات بالوت مالتنم سلالزيه يهنقر بزيه مذهب مسارة سلاة يدق موال تكاوك الائدن لم سلاة مالتنو والقول الثاني هو لتنياو أبابال وهو مذهب الجمهور يا أبزانيوكو أولماوك مذهب نو أن المسلي خلف الصف أو خلف الإمام منفردن سلاة هو صحيحة سلاة تكاوك النام يلالو جاء في الموسوعة الفقهية ولذلك يكره أن يصلي واحدا منفردا خلف الصفوف دون عذر وصلاته صحيحة مع الكراهة وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه وهو عند جمهور الفقهاء من يلالو جمهور من يلالو في الموسوعة الفقهية من يلالو لسل الزهنو عند سو بيچاون كصف جربة بيساقد يتطلا نغارناو عذر انكوان باينورو سلاة تكاكلناو نغار جن يتطلا نغارناو من البات شق ريالو كهونا يامتلاتو يكرنا تكاكل هونال زرزر يمي مطاي هونال الحنفية والمالكية والشافعية والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد قال الفقهاء يؤخذ من ذلك عدم لزوم الععادة وأن الأمر الذي ورد في حديث وابصة ابن معبد الذي رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة هذا الأمر بالععادة إنما هو على سبيل الاستحباب جمعا بين الدليلين انتهى وللتن يو قال مني لاللو جمهور علماء وچ چك رئي اللوو مسالاتو تکلنو يتطلن بيهون مني لاللو أبي بكراتا رضي الله أبي بكراتا يمي بالو صحابي أبو بكر سايحون أبي بكراتا مني لال رضي الله عنه مني لال نبي صلى الله عليه وسلم أبي بكراتا يتطلن بيهون أبي بكراتا يتطلن بيهون نبي صلى الله عليه وسلم إهنن صحابي صلاةهن دقمه سقا دو ينوت نبار نقرقن علالو تم لزي سبال صلاةو تکلنو آلو نقرقن يهول التنيةو حديث يو يوابصا حديث مني لال نعم يوابصا ابن معبد حديث نبي صلى الله عليه وسلم نقرقن سوستينيو أبابال وهو قوله لبعض أهل العلم لا تصح السلاة خلف الصف منفريدا إلا مع العذري والعذر هو اكتمال الصف اللذي أمامه من إلا اللو شيخ الإسلام رحمه الله عند سو كصف جربا بچاونه دومهنو بساقد سلاةو تکكر عيدا للم نقرقن 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 چقر بنور لم السالي چقر بنور سلاةو تکلينو آلو من عينك چقرنو لم يلو من إلا اللو لم السالي صفو ملونو إما بلو ملطوال بوتا اللم يهي سو بوتا علاقن يم يتقايس قد لبچاو قوموك سفو جربا سقنا سلاةو تکكلنو شيخ الإسلام ابن تيمية من إلا اللو يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة وهو ما إذا لم يحصل له مكان يسلي فيه إلا منفردا ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار فليس الاستفاف إلا بعض واجباتها فساقط بالعجز انتهى من مجموع الفتاوة من إلا اللو شيخ الإسلام بيانيا لذي يم يسرده و لذي دليل يم يهونو سلاةونا بيانيا سلاةونا عبروتي يمي ساقر سو سلاة كإمام ما لتم سفو سلمون لباد كإمامو جربا مسجدو حاجانو چقرنو قد چقرون ديو وقد اللتنو اند الزايا درقو يلالو شيخ الإسلام ابن تيمية واما وهو ما إذا لم يحصل له مكان يسلي فيه إلا منفردا بتاسلالا قنية بيانيا واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار فليس الاصطفافو إلا بعض واجباتها فسقط بالأجزي عندان دو واجباتوچ كإمام غارب منساق دبتگيزي كإمام غارب منساق دبتگيزي عندان دو واجباتوچ بچقر مكنيات لكارو يچلالو كإمام غار سفو نو مسقدمو كسلاةو واجباتوچي توسنونو اننام ايه نگر لچقر سيبال كار سمكنياتوم ياسو منم لأدرقال چالم بوتا علاقن يم لازي اكسين كارلت سلاة تتكلنو الالو في مجموع الفتاوى رحمه الله وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسألة ابن عثيمين رحمة الله عليه بزي قد إلي يأول موجين خلاف كقلس ابو هالا من آلو وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي رحمه الله وهو الذي نراه صوابا أنه إذا كان الصف تاما فصل وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول البطلان البطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا انتهى من لقاء الباب المفتوح من إلالو رحمة الله عليه يا دنكبو هونو أقلالس عكتو ابن عثيمين رحمة الله عليه من إلالو إيهي نقر بأول موج مكاك كليالون خلاف كقلس وبو هالا وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيميا يمرطوط أبابال يأني زندم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللهم يمرطوط سيون أندقنا أنيم تككلنو بي يمت يمت ين إيهي نو إلالو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأنه إذا إيهي مالت أنه إذا كان الصفو تاما فصل لوحدك صفو ملونو بوتا يلهم سلزي سيبال عند سوّدوها لما تقول كترو كدق كوبلاج بوتا وده زكتا يبوتا لتملسونا بزوش قر لوسط للتاس قبونا تشتشويش للتار قبتنا سلزيه لالو رحمة الله عليه ولا تجذيب أحدا عند سوّدوها لما التاس وطا كسفوز ولا تتقدم للسلاة مع الإمام إمام قون هيدهم لمس قد أتهيت هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة يهنو لسنة ويقربوا ولا يهون سقد يقن يهبوتا يمت يهينو لسابين مع المقبل المقبل ومجمال يقال معنا سلّات يبّال لهم أن تكون ستوخوز تبقى وفارغة أعوذر أو أو أعوذر ستنع معلوم سلّات وفارغة الأعوذر حول وفارغة الصحة مطلقا ليلوتشو دقمو اندن ليلوتشو مقدمي جمهور منم يالمنم شقر شقر من نور يالو اي نور بچاهم مسقروا تققلنو يالوت اهم اي تقاباينت يلو ملالو بن عثيمين مكناتهم بشقر مكناتك هونة تققلنو لا حديثو جو ماسر جا مسارة مالتنم ظاهر الاحاديث التي تدل على لزوم اعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف منفردا ظاهرها انه يستوي في ذلك الجاهل والعالم انقدي اندى يدقم صلاة يمي لو حديث اي نورو نقرق الشيخ الاسلام ابن تيميا من الالو واما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب احمد فلا يسوغ كقول في مذهب امام حمد فلا يسوغ فان المصلي منفردا يعني الذي امره الرسول صلى الله عليه وسلم لعيادته لم يكن عالما بالنهي وقد امره بالعيادة كما امر الاعرابي المسيئة في صلاته بالعيادة انتهى من مجموع الفتاوى وقال الشيخ احمد ابن عبد الرحمن القاضي حافظه الله سألت شيخنا يعني ابن عثيمين رحمه الله هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالا بحديث ابي بكرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فاجاب ابن عثيمين من الالو شيخ عبد الرحمن القاضي ابن عثيمين شيخ عبد الرحمن القاضي ابن عثيمين طيق ينبرا عندسو بيچاون كصفو جربا بيچاون مسجدو كل كل اندهوان ساياوك بيساقد صلاتو اندهوانال بيطيقون يلات مكنياتو يزي دليل يا ابي بكرة دليل چقري اللوم يميل ياسم السلال لنا فاجاب من بلوم اللاسو ابن عثيمين كلا عيدا لم بل يؤمر بالععادة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك؟ نبي صلى الله عليه وسلم اند سلاة انددقم باززو سوي حديث مسارت واما ابو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف ابو بكرة ودا صف قبطوال لنا انتهى من ثمرات التدوين من مسائل من عثيمين بكمي لو يتوسرينو مالتنو انقديه مالت يهم مالت اندا يهم تاتا باچو ياساو عذر ساينورو بچاهم بسا قد جاهل انقوان بيون لما سالي سفوستبوتا 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 ايا اللا بچاو بسا قد سلاةو تكاقل ايدا لم يووكم ايووكم نقر جان سفوستبوتا ايا اللا بچاوستبوتا لحيث وي چقر اللماس وقر سبال بچاو بساقر چقرين لو اندا مالتنو يبنو عثيمين ابابال سوستان جان ثالثا سبق من الال لو ان من كان يسل على صفت غير صحيحة ولكنه لم يكن عالما بالحكم انه يؤمر بعادة الصلاة اذا كان وقتها باقيا اما اذا خرج وقتها فإنه لا يلزمه اعادتها ويكفيه ايو صحيح سلاته في المستقبل وذكرنا في الفتوة اش انقري ليلاو بزيك الزيقاري تيازرل استي سيت لجس سيت لجس كبالو اقار بمت ساق دبت وقت كبالو اقار بمت ساق دبت وقت يتنو متقومو يتنو متقومو كبالو اقار بمت ساق دبت جزي لم يلو يتقلسون يا أولما وچ استي أبابال انم لك تالن اش من يلاللو من يلاللو اذا كان كل منهما يسلي منفردن فلها انتقف حيث شاءت بجانبي زوجها أو أمامه أو خلفه لأنه لرتباط بين صلاتيهما لأنه مولد لا يلالو من يدعي لأنه يدعي لأنه qui تبقى يقتلسون انه مولد انه مولد انه مولد انه مولد انه مولد انه مولد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس نعم فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فسلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أنسي بن مالك رضي الله عنهما من إلى الآياتي نبيا چنن صلى الله عليه وسلم مغب سرطات الراجحات چوه نبيا چنن صلى الله عليه وسلم يه أنسي آيات زند مطلنا مغب بلو قزيا بحالا نبي صلى الله عليه وسلم تنسو لا سقدا چم آلو قزيا بحالا نبيا چن صلى الله عليه وسلم إمام هو نوك في سياس سقدو انينا يتيمو لج إلى اللو آنس بن مالك انينا يتيمو لج كنبيا چن صلى الله عليه وسلم بستهو على قومن وإذا سل الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد أو سل الرجل والنساء خلف إمام فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال لكن لو سلت المرأة حينئذ محاذاة للرجل فالصلاة صحيحة للجميع عند جمهور أهل العلمي لعدم الدليل المقتضية للبطلان وذهب من إلى الليلة نقر بطلي حرم مكة وست مدينة نبيا جتن صلى الله عليه وسلم مسجدنا يتلا يبوتاو جلاي يمتلا لك مسجدو جست يميا قاتم نقرنو إيه من مالتنو إيه من مالت من مالتنو نبيا چن صلى الله عليه وسلم تملكتو يبا قدمو حديث هلتون وندوج مالتن آنس النائم يتيمو كنبي صلى الله عليه وسلم جربا سجدو آرو جيتو هاداق مو آياتو كس نسو جربا كولي يتيمو ناكا آنس جربا سجدو نقرن النبل عند سو لمسالي إنه إمام ني هو لسو سوو جمتو ناكا ني جربا سجدو سيتوش دمو مطو بوتا هيل كه يشر بوتا هيل كجربا جن قو بوتا هيل نسو يے نود الزه راقبله راقبله بن نسو تييوهونو بيسجدو سلاتو أن диثنو لمي لو سلاتاتشو تكت كلناو إلى الجمهور العلماء جمهور العلماء من إلىlında سلاتاتشو تككلنو يلالو مكنياتهم أن سلاتاتشو باطلنو لمالت ماسر الجاسل لله وذهب الحنفية إلى أنها إن صلت إلى جانب الرجال بلا حائل فإنها تبطل صلاة ثلاثة من الرجال واحدا عن يمينها وآخر عن يسارها وثالث خلفها بشروط ذكرها وقولهم مرجوح لا دليل عليه كما سبق بيانه حانفية وش من الالو يا أبو حانيفا مذهب تكتاويوش أهم بالنو مسجد يتوسنو سووووش بيساگدو كغول ناچو بيساگدو يسوس سوو سلاة باطلنو اللالو كنسو بستقعن عند سو كنسو بستقرع عند سو كنسو جربع عند سو سلاتو باطلنو نغرق ماسر الجاچو مرجوح نو يتبلطنو بلاج على اللنبك ماسر الجا لكن الصورة المسؤول عنها هنا لا تدخل في هذا الخلاف إيه خلاف يتنسان باتجمرنو إياكي ما لاتم سيثلي جكبالو أغار سيساگد يتنو متقومو لمي لو إيه خلاف أي ملكتوم لأن المرأة تسلي منفريداتا مكنياتوم بالننام يساگدو سيثلي بيساگدو بالننام يساگدو بالننام يساگدو فيتلافيتوهون ونو ميساگدو لا تقتدي بزوجة نغرقل لبچاوا يمت ساگد بيهون لمسالي لراسوا سالاتم ساگد لمسالي السوا يمت ساگدو إيشا سالاتنو السوا دغمو يمت ساگدو إيشان سالات شرسو سننا يساگدنو بزيهن وقت السوا ودافيتك أدما كسو كبالو السوا دمو دوها لك أرطو بيساگد سالاتوا اندتنو لمي لو سالاتوا تككلنو مكنياتوم سالاتات شو آن دبال مهونو ايان دان دا شو يراسات شو سالات سلمي ساگدو ولا يقتدياني معن بإمام آخر اندغن عدام مولي لا إمام ميلا چوم منه فلا خلافة في صحة سالات إمام ولو وقفت أمام زوجها أو محاذاتا له والله أعلم اننا بزي آينا توني تا منم چگر يلو وميلا بزي ايه نمت إياكي ايه مسايت إياكي ابن باز رحمة الله عليه تطيق أو يمال لسوت من دنم نعم بال ميستون أبيتوست بيساگدن عبرو يميساگدو بيهون ميست يتنو متقومو كغنو نو متقومو ويس كجربونو متقومو لمي لو يمال لسوت ملس سمو دنك ملس من يلالو الجواب ملسو عم الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلين في المسجد يميساگدو تسالات يقديتا سالات كهونا يميساگدو تسالات يفريضا لمسالي مقرب عصر إشاة ظهور سبي سالات بيهون بال ويدمو وانديو مسجر نو مسجد قد يتونه مكنياتو من نبيات صلى الله عليه وسلم من بلوال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس ما هو العذر قال المرض أو الخوف كبال لفو كبال لفو كتنان تودي تمارنو تمرت ما لثنو عند سو عذا انكسما مسجد هيدون ومسجر ياللبت تشقر كاللبت بيچان وعالو تشقر ومن دنو من لو سحابة بطا يقو جزي فرا ويدم وبشتان وعالو سلزي اندزي انتشقر كاللبت ابيت مسجر ايج لما لثنو نعم من الان لابن بعض ما قطل فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم ولا يجوز التخلف عنها لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتحجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس وتكون خلفه واندوج مسجد واناو ما قاني تاللب بات نگر ايه صلاة يمي ساقدو ابيت ساقدو صلاة سنة صلاة لمس صلاة ضحا صلاة لمس صلاة ليل صلاة تحجد ويدم ويتر صلاة يمس صلوت بيهون مست يتنو متقوم كجرب ونو يت متقوم وتكون خلفه اما الرجال يكون عن يمينه الواحد يكون عن يمينه واندوج كهون واندوج كهون واندكو كاك اندكو كاك اندكو اما المرأة تكون خلفه سيت كون جغن كجرب ولو انها زوجته مست وان بتهون كجرب واندكو نم لأن النبي صلى الله وسلم لما صلى في بيتي انس صلاة ضحا جعل انس عن يمينه وجعل المرأة خلفه نبي صلى الله وسلم بانس بيت بسجد وغيزي انس كنن قوم سجد سيت يواد مو كنس جرب وما سجد لأن من آلو سلاة الضحان بس سجد وغيزي نبي صلى الله وسلم وفي لفظ آخر صلى بانس واليت بل لذا ذم حديث قدم بتم مل حديث بانس يتيم كنبي صلى الله وسلم جرب ومو سيت يواد مو كنس حال ومج مالت يانس آيات سيت آيات مالت مغن فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أما أو أخت لا تصف مع الرجل ولو ولكن تكون خلفه سيت اللي مستمت هون اهتمت هون انا تمت هون اخست تمت هون كانت جرب كانت جرب كانت جرب مقوم ياللب بات لا اش نعم بزي آينا ثنوم ميهون ومالث نعم أما الفريضة فالواجب على الرجال أن يصلي مع الناس قد دي تا سلات وش كون وند وش مسجر تغ ينت مس قد اللب بات شو نغر سنة سلات كون كا أبيت مس سلات سنة كون أبيت كون مس كس جرب يم تقوم بمالث سيط لج يت وغار مقوم اندان لب عصر دو مالث نو انغ ريه بزي آينا توني تا قل سي هون المالث نو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى تاك آمي أوكات كم يغنيو مرتبارو كمكاك لأدرقن يا رب العالمين يا حيو يا قيوم يا ذو الجلالي والإكرام النام دمو بزي آينا تونيطا الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى بدنيان بأخيرا دستنيو جزاكم الله خيرا هذا والله وعالم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستقبالو وغاقاته سجد يتقو مالج انديهم دقمو كإمام جرباء لبجة ومسجد عند سو يفكال اللتا الوي يمي لون انم مالك تعلن فحيياكم الله الحمد لله من الان علمو اج السنة يقف المأموم إذا كان واحدا ذكرا عم ذكرا إذا كان واحدا ذكرا عي يمين الإمام لما روى البخاري عن ابن 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 اباس رضي الله عنهما قال سليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي برأسي من ورائي فجعلني أن يمينه فسلى قال ابن قدامة رحمه الله وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف يمين الإمام رجلا كان أو غلاما لحديث ابن اباس انتهى من المغني بزيبه ابن عباس رضي الله عنهما حديث من ليلة ابن عباس رضي الله عنهما عن دلاليث کا نبي صلى الله عليه وسلم غر سگر كن كغرات چوب كن كغرات چوب كن كن نبي صلى الله وعن برأسي زون ودك اقت جام لسون رضي الله عنهما نام واندلج بچاون كإمام غار هلت تسو بهون عنده إمام عنده ما أمم كهون غن لغن نوبا كت تتام يون اقرب اقرب سون نت بسون نت يتوسن الجهل وده على مكرات من المبال بس النوست ألتت أسمال ثانيا صلاة خلف الإمام حكم حكم صلاة المسلي منفرد وقد اختلف أهل العلم رحيمهم اللهم في صحة على أقوال عنده عنده إمام ياس قد يال عنده كإمام جرب كمو بس لبش ميهون لمسال إمام نا عنده كاب رو يس قد آ عنده مط كإمام غار بس قد كوال بيهون اند تت الويد اغمو سف يعلم بمجم وهو المشهور من المذهب الحنابلة عن أن من صلى خلف الإمام أو خلف الصف منفردا فإن صلاته لا تصح وتلزمه الععادة ويستوي في ذلك المعذور وغير المعذور مني لانلو بمجمري درجاء بإمام أحمد مذهب مسارت عند سو كإمام جربا بساقت كإمام جربا بساقت ويدا موكوها إمام خلف الإمام أو خلف الصف كإمام جربا لما ساليه هو لتنجو إمام الله عند للابروت ميساقت إيه أبروت هو أمي ساق دوسا قوها لو كإمام جربا هونو بساقت ويداقمو صفا اللا آندي صف صفا اللا نغرغن إيه ساو والاون لبتشاو قومو بساقت سالاتون ديتيونا للمي لو بإمام أحمد مذهب مسارت سالاتون تككل عيدا لم فرشنا وودكناو تكباينتين لو يان سالاتون أندگنا داقمو مسغت اللبت مني لالو ياسو چقر ينوروم آي ينورهم قال البايحقی رحمه الله ولا تصح سلاة الفذ أي الفرد خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا سلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يسلي خلف الصف فأمره أي عيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسن ابن ماجه وإسناده وإسناده ثقات انتهى من الروض المربع شرح ذات المستقنع مني لال الإمام البايحقية رحمه الله مني لالو عند سو لبچاوك إمامو جربا بساگد ويدغمو كصف ملو صف نورو كزا صف جربا بساگد سلاة تک كل عيدا للمي لالو عند ركعة عمي سگد كزا بلائي مير يسگد اياووك أمي هون رستو امي هون او قطب نغرو لأي نوروتي هون جاهل ويدغمو بزيئ نغرو لأي او قطي للوك بي هون سلاة تک كل عيدا للمي لالو مكنياتهم نبياة صلى الله عليه وسلم من بلوال لا صلاة لفرد خلف الصف عند سو بچاو كصف جربا بساگد تک كل عيدا للمسلالو إمام أحمد بزاگبوت ابن ماجه إمام أحمد بزاگبوت حديث النام انقدي نبياة صلى الله عليه وسلم عند سو كاك صف جرباسي ساگد ايتوت ياسوي يه سلاة اندي دقم دقموت اندي ساگدو عزو تالي لالو إمام أحمد انا الترمذي حسن بالوت حديث وابن ما جاننا اسناد وثيقات بالوت مالتنم سلزي يه نگر بزيه مذهب مسارت سلاة يه دقم والت ككل عيدا للم سلاة مالتنو والقول الثاني هو لتنية ابابال وهو مذهب الجمهور يه اب زنجو علموچ مذهب نو ان المسل خلف الصف او خلف الامام منفردا سلاته صحيحة سلاة تكنولالو جاء في الموسوعة الفقهية ولذلك يكره ان يسلي واحدا منفردا خلف الصفوف دون عذر وصلاته صحيحة مع الكراهة وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه وهو عند جمهور الفقهاء من الالو جمهور من الالو في الموسوعة الفقهية من الالو لسل الزهنو عند سو بيچاون كصف جربا بيساقب يتهت اللا نغرناو عذر انكوان باينورو سلاته تككلناو نغر قني يتهت اللا نغرناو من الابات شكريا اللو كهنا يا مطلاتو يكرنا تككلهنال زرزر يمي مطايهنال الحنفية والمالكية والشافعية والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد قال الفقهاء يؤخذ من ذلك عدم لزوم الععادة وأن الأمر الذي ورد في حديث وابسة ابن معبد الذي رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة هذا الأمر بالععادة إنما هو على سبيل الاستحباب جمعا بين الدليلين انتهى ولتن يو قال من لاله جمهور الأولماء شكري اللهم صلاة تككله تطلع بهن من لاله أبي بكرة رضي أبي بكرة يمي بالو صحابي أبو بكر سايهون أبي بكرة من لال رضي الله عنه من لال نبي صلى الله عليه وسلم إياسا قدو يالل روكو كسف وچهون يه روكو إياه أرغي ودو سف غبهون يهنن نگر لنبي صلى الله عليه وسلم بنقر قوات شوكيزي نبي صلى الله عليه وسلم من آلوت الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم إيهنن صحابي صلاةهن دقمه سقا دو ينوت نبار نگر قن آلوتم لاززي سبال صلاةهو تككل نوالو نگر قن يهيهو لتنياو حديث يو يوابسا حديث مني لال نعم يوابسا ابن معبد حديث نبي صلى الله عليه وسلم عندك سفوچ يساقلو ينبار صور صلاةهن دقم يالوت ان السلاة بقديت هالنسا يهون مدقمو يتوددن بمالتنو يلالو هلالتون حديثوج سنات أمراتش يلالو علموج نگر قن صوستينيو أبابال وهو اختار اختيار شيخ الإسلام ابن تيميتي رحمه الله وهو قول لبعض أهل العلم لا تصح السلاة خلف الصف منفريدا إلا مع العذر والعذر هو اكتمال الصف الذي أمامه مني لالو شيخ الإسلام رحمه الله عند سو كصف جربة بيش ونهو بيسا قد سلاة تككر ايدا نقر قن نقر قن نقر قن شقر بنور لم السالي شقر بنور سلاة تككر منعين تشقر نو لمي لو مني لالو لم السالي صفو ملونو إما بلو ملتوال بوتا إلا إيهي سو بوتا على قن يتقايس لبتشاو صفو لبتشاو قوموك صفو جربة سقر سلاة تككر نو شيخ الإسلام ابن تيمية مني لالو يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة وهو ما إذا لم يحصل له مكان يسلي فيه إلا منفردا تسقط بالأعذار فليس الاستفاف إلا بعض واجباتها فساقط بالعجز انتهى من مجموع الفتاوة مني لالو شيخ الإسلام بياني كون بمقتل بلزي يمي سرد لزي دليل يمي هنا ويلالو عندسو سيثلج كإمام جربة مسقر وعندهم دقمو نعم يدل الانفراد الإمام والمرأة على جواز الانفراد الرجل المأموم لحاجة عندسو كإمام جربة مسقر وعندسو سفل سلاحون كإمام جربة سقر أسفل سلاحون كإمام جربة سقر اهم سو لچ أسفل سلاحون بچ سلاحون عبروث يمي سقر سو سلاح تا كإمام مالتن سفو سلام اللح بد كإمام جربة مسقر حاجان وشقر وشقر دي وقال لتن عند الزاياد الرقو لالشيخ الإسلام ابن تيم واما وهو ما إذا لم يحصل له مكان يسلي فيه إلا منفردا بتاصل علاق بچ أمس جربة أم راح النب ولي أن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالعبار فليس الاستفاف إلا بعض واجبات واجبات فسقط بالعجز عندان واجبات كإمام غيرها منس دبت كإمام غيرها منس دبت كإمام غيرها بچ غيرها لك روي لاللو كإمام غيرها سفون مس قدم كسلاة واجبات كت توس نونو إن نام إهي نگر لچ غيرها سيبال كأر سم كن ياس من مليا در جال بوت علاق لذ زي سي كأر وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسألة ابن عثيمين رحمة الله عليه بزي قد إلي أول موج خلاف كقل سأب هلا من آل وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحم بن سعدي رحمه الله وهو الذي نراه صوابا أنه إذا كان الصف تام فصل وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول البطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا انتهى من لقاء الباب المفتوح من رحمة الله عليه يدنك بهنو أقل لسعج ابن عثيمين رحمة الله عليه من إله نقر بأول موج وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية يمرط أب باب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللهم يمرط سيون أن تككل نبي يم 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 إهين إلى الشيخ ابن عثيم رحمة الله عليه وأنه إذا كان الصف تام فصل لواحدك سفو ملون بوتا يلا سلزي سيب عند سو وده لما تقوط كتر 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 وده زك كتر لت مل سو بز شق لوس تت تس قب سلزي رحمة الله عليه ولا تجذب أحد عند سو وده لما تس وده سف ولا تتقدم للسلاة مع الإمام إمام هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة يهنو لسنة يقرب سالة سلاة ليه يبلا سلاة سل يبلا اسا ليه الكتر عذر يعاني عذر يعاني عذر يعاني عذر كتر صلاة يبلا نقر بعد عذر كتر يبا يبلا لا بن كتر تشقر يلو ملالو او بصحة متلقل ليلو چوداقمو اندنا ليلو چمقدمي جمهور منم يال منم تشقر تشقر منور يالو اي نور بچه هم مسقرو تققلنو يالو اهم اي تكباينت يلو ملالو بن عثيمين مكنياتهم بچقر مكنياتك هونه تققلنو با حديثو اكتمعسر مسارات مالتنو ظاهر الاحاديث التي تدل على لزوم إعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف منفردا ظاهرها أنه يستوي في ذلك الجاهل والعالم عندما يتقم صلاة يمي لو حديث بأوكات نورا أي نورا عن دي أدركات شوال نقرق الشيخ الإسلام ابن تيميا من إلى اللوم وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ كقول في مذهب إمام أحمد فلا يسوغ فإن المصلي منفردا يعني الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لعياداته لم يكن عالما بالنهي وقد أمره بالعيادة كما أمر الأعرابي المسيئة في صلاته بالعيادة انتهى من مجموع الفتاوى وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الكاضي حافظه الله سألت شيخنا يعني ابن عثيمي الرحمه الله هل يُعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالا بحديث أبي بكرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فأجاب ابن عثيمين مني لالو شيخ أحمد الرحمن الكاضي ابن عثيمين شيكات شنن ابن عثيمين طيك انبرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك؟ نبي صلى الله عليه وسلم أند سلاة أنددقم باززو سوي حديث ما سرد واما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف أبو بكرة ودا صف قبطوال لنا انتهى من ثمرات التدوين من مسائل من عثيمين بكمي لو يتوسرينو مالتنو انقديه مالت يهيم مالت اندا يمتات تاباتشو ياسو عذر ساينورو بيچهوم بيسا قد جاهلن قوان بيون لما سالي صف بستبوتا ألا صف بستبوتا ألا صف بستبوتا ألا لابيچهو على لاي بيسا قد سالاتو تققل عيدا لم يوكم أيوك نقرقن صف بستبوتا ألا چقرستقبطوالهي سوية چقروا اللماس وقرسبال بيچهوم بيسا قر چقرين لوم اندا مالتنو يبنو عثيمين أبابال سوستينا ثالثا سبق مني لالوم أن من كان يسلي على صفة غير صحيحة ولكنه لم يكن عالما بالحكم أنه يؤمر بعادة الصلاة إذا كان وقتها باقيا أما إذا خرج وقتها فإنه لا يلزمه إعادتها ويكفيه أيو صحيح صلاته في المستقبل وذكرنا في الفتوى أش أنقري ليلاو بزيك الزيقاري تيازرل أستي سيت لجس سيت لجس كبالو أغار بمتساق دبت وقت كبالو أغار بمتساق دبت وقت أنم لك تالن أش من يلاللو من يلاللو كبالو أغار بمتساق دبت وقتها 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 ما لتم السؤال سقج السؤال كسو غير يمتساق دبت وقتها كسو جربا هنا يمتساق دبت وقتها كما دلت عليه السنة فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس نعم فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فسلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أنس بن مالك رضي الله عنهما من إلى الآيات نبياة صلى الله عليه وسلم مغب سرطات الراجحات شوه نبياة صلى الله عليه وسلم يأناس آيات زند متونا مغب بلو كزيا بحالا نبي صلى الله عليه وسلم تانسو لسقدا كزيا بحالا نبياة صلى الله عليه وسلم إمام هو نوك في السياس سجدو أننا يتيمو لج إلى الآيس بن مالك أننا يتيمو لج كنبياة صلى الله عليه وسلم بستهو على قوم آياته أرغت وآياته دغمو كنّا جربا قومو سجدو إلى الهل ترك نبي صلى الله عليه وسلم السجدون كزيا بحالا هيدو إلى وإذا سلّ الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد أو سلّ الرجل والنساء خلف إمام فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال لكن لو سلّت المرأة حينئذ محاذاة للرجل فالصلاة صحيحة للجميع عند جمهور أهل العلم لعدم الدليل المقتضية للبطلان وذهب من إلى ليلانقر بتلي حرم مكة وست مدينة نبي صلى الله عليه وسلم مسجدنا يتلا يوبوتاو تلال لك مسجدو جوست يميا قاتم نگرنو إيه من مالتنو إيه من مالت من مالتنو نبي صلى الله عليه وسلم تملكتو باقدمو حديث هلتون وندوج مالتن آنسن نايم يتيمو كنبي صلى الله عليه وسلم جربا سگردو آرو جيتو هادغمو آياتو كس نسو جربا كول يتيمو ناك آنس جربا سگردو نگر جن النبل آنسو لمسالي اني إمام ني هولا سوش سووش مطو ناك آنس جربا سگردو سيتوش دمو مطو بوتا يل كغونا چن بوتا كجربا چن گم بوتا يل كنسو جون نوو دزا راقب لو كواندو چو راقب لو بالنسو تييوهونو بيسگدو سلاةو اندیتنو لمي لو سلاة اچو تکلنو يلالو جمهور العلماء جمهور العلماء من يلالو سلاة اچو تككلنو يلالو مكنياتهم ان سلاة اچو باطلنو لمالت ماسر الجاسل لله وذهب الحنفية الى انها ان صلت الى جانب الرجال بلا حائل فانها تبطل صلاة ثلاثة من الرجال واحدا عن يمینها وآخر عن يسارها وثالث خلفها بشروط ذكروها وقولهم مرجوح لا دليل عليه كما سبق بيانه حانفية وچ من الالو يا ابو حانیفا مذهب تکتایوچ اهم بالنو مسگدو يتوسنو سوووچ بيسگدو کاغول ناچو بيسگدو يسوس سوو سلاة باطلی هونالو کانسو بستقعن عاندسو کانسو بستقرع عاندسو کانسو جربع عاندسو سلاة باطلی هونال ناگرگ ماسر الجاچو مرجوحنو يتبلطنو بلاچ على اللنبك ماسر الجا يلو ملالو لكن الصورة المسؤول عنها هنا لا تدخلو في هادا الخلاف اه خلافوست يتنسانب بتي جممرنو رياكي ما لاتم سيثلیج کبالو اگار سساك يتنو متقومو لملو اه خلاف اي ملکتو لأن المرأة تسلی منفردتن مکنیاتون بالن نامی سيثلو سيثلو بچاوانو مساقدو بالن لبچاو فيتلافیتوا هونو مساقدو لا تقتدی بزوجا نگرگل لبچاوان يمت ساقد بيهون لمسالي لراسوا سالاتم مساقد لمسالي الصوا يم مساقدو عشا سالاتنو الصو دغمو يم مساقدو عشا سالات چرسو سننا يساگنانو بزيهن وقت الصوا ودفیت کادما السو دمودو هلاک ارتو بساقد سالاتو ها اندیتنو لملو سالاتو ها تکلنو مکنیاتوم سالاتات چو آن دبالم هونو ايان دانداد چو یراسات چو سالات سلمی ساقدو والا يقتدیانی معن بی امام آخر اندگن آدم مولي لا امام ميلا چو مننا فلا خلافة في صحة سالات امام ولو وقفت امام زوجها او محاذاتا له والله اعلم اننا بزي اینا تونیتا منم چگر یلو امام لالو بزي ای نمت اياکی ایه مسایت اياکی ابنو باز رحمت اللہ علیه تطاقیقو یمال لسوت مندنم نعم بان مستون امیتوست بیع ساقدنم عبرو یمیسا قدو بيهون مستیتنو متقومو کگوننو متقومو ویس کجرباو نو متقومو لملو یمال لسوت ملس سمو دنک ملس من الالو الجواب ملسو عم الفريضة فيلزمه ان يصلي مع المسلین في المسجد یمیسا قدو تسالات یا قدیتا سالات کهون یا قدتا تین او یا قدتا یمیسا قدو تسالات یا فريضة لمسا لی مقرب عصر اشاة ظهور سمی سالات بيهون بال ویدمو وندیو مسجر نو مسجد یا لبات یسو قدیتا مسجد بمگنیتنا وليس له ان يصلي في بیته لا مع اهله ولا مع غیرهم ابیتوست کبیت سابو کمیستونا کبیت سابو غارمیهم کلیلا سوگار ابیتوست مسجد ایب فکر اللہ یجب علی المؤمنی ان يصلي مع الناس في بیوت الله عز و جل مؤمن وند با اللہ سبحانه و تعالی بیتوش بمسجد نو تاگینتو مسجد یا لبات قدیتاونو مکنیتو نبیات صلی اللہ علیه و سلم من بلوال من سمیع النداء فلم يأتی فلا صلاة له إلا من عذر قیل لابن عباس ما هو العذر قال المرض او الخوف قبال لفو کتنا انتو دا ایتا مارنو تمرت مالتنو عند سو عذان کسما مسجد هيدونو مسجد یا لبات چگر کال لبات بچانو چگر و من دنو ملو سحابا بطا یا قو جزي فراچ ويدم و بشتان او آلو سلزي اندزي انت چگر کالي لبات ابيت مسجد ایتش لمالتنو نعم من الالو ابن باز مکطل فالواجب المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله في بیوت الله مع اقوانهم ولا يجوز التخلف عنها لكن لو صلى الانسان مع امرأته نافلة كالتحجد بالليل او صلاة الضحى فلا بأس وتكون خلفه واندو مسجد وانا مگن يتال لبات چو نگر ایه صلاة ایمی ساگدو ابيت ایمی ساگدو صلاة سنة لمسالی ضحا صلاة لمسالی لیل صلاة تحجد ویدم ویتر صلاة یمی ساگد صلوت بیهون مست يتنو متقوم كا جرب او نو يتنو متقوم وتكون خلفه اما الرجال يكون عایمینه الواحد يكون عایمینه واندو چکو واندو 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 كاك اندو اندو كاك اندو اما المرأة تكون خلفه سید كاو نجگن كا جرب ولو انها زوجته مست تنو متقوم نمکنیات لأن نبی صلی اللہ و سلم لما صلا في بیت انس صلاة الضحا جعل انس عایمینه وجعل المرأة خلفه نبی صلی اللہ و سلم بانس بیت بسگد وگز انس نبی صلی اللہ سلم قن قوم سگد سید وفی لفظ آخر صلی بانس والیتیم بلیل دم حدیث قدم بات ملکتنو حدیث بانس اننا یتیمو كنبی صلی اللہ سلم جرب ومسی تی وادم وکن سو حالا ومج مالتنو یا انس آیات سید آیات مالتنو مغن فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أما أو اختل لا تصفو مع الرجول ولو ولكن تقون خلفه سید اللج مستمتون اهتمتون اننا تمتون اکستمتون كانت جربا يمت سگر كون كانت جربان كانت جار يمت سگر كون سلات كانت جربان مقوم یا لبات الان اش نعم بزی عينت نوم مهون مالت نوم أما الفريضة فالواجب على الرجال أيو صلي مع الناس جدا سلات نوم سلي اخت سلات 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 سلم الحمد لله رب العالمين جزاكم الله وخيرا وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى اكامي اوكات كم يغنيو مرتبارو يا رب العالمين يا حيو يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام النام من دموك بزي اينا تونيتا الله سبحانه وتعالى يماننا كون يماننا كادرغن يماننا كون ايقاني من الردارغن جزاكم الله وخيرا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى بدنيان بأخيرا دستن يوچا درغاتك خيرني وفقاتك هذا والله عالم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله وخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة